على خلفية التصريحات التي هدد فيها المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي الموالية للنظام الإيراني أبو علي العسكري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق عدد من القياديين في حزب الله ووفقا لمصدر أمني فإن القضاء العراقي أصدر أربع مذكرات توقيف لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى المصدر ذاته أوضح أن الشخصيات المتورطة هي ثلاثة قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية على علاقة بالمدعو أبو علي العسكري مرجحا أن يكون الأخير قد غادر العراق خوفا من استهدافها ومع استمرار التوتر بين حكومة الكاظمي والفصائل الموالية لإيران أوفد رئيس الوزراء العراقي مبعوثا خاصا إلى إيران لوقف تماد الفصائل ضده ونقل رسالة مفادها أن صبر الحكومة العراقية بدأ ينفذ أمام تصرفات تلك الفصائل وأن إيران ستكون أول الخاسرين في حال وقوع صدامات مسلحة ترجمة نانسي قنقر